ثانيا ايضا استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة مجموعة ارهابية في معبر ديبسي في معرة النعمان ما ادى الى مقتل عشرة مسلحين واصابة عدد اخر هذا فيما واصلت وحدات من قواتنا المسلحة استهداف وملاحقة تجمعات وفلول الارهابيين في الخالدية وباب هود والورشة وجورة الشياح والحميدية موقعة اعدادا كبيرة من القتلى والمصابين في صفوفهم وقال موفد الدنيا ان وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لمجموعات ارهابية حاولت الاعتداء على قرية القمير في تلكلاخ بريف حمص واوقعت عددا من القتلى والمصابين بين اثراتها تواصل وحدات الجيش العربي السوري عمليات التمشيط في بلدة القريتين والمزارع المحيطة بها في ريف حمص لاستئصال الارهاب واشتثاثه في تلك المنطقة الجهات المختصة وخلال ملاحقتها للمجموعات الارهابية المسلحة عثرت على عدد من الصواريخ وقاعدة لاطلاقها واجهزة حاسوب وجهاز ارسال فضائي عمليات التمشيط في المنطقة اسفرت ايضا عن العثور على مستودع للادوية الطبية وتجهيزات مشفى ميداني سرقها الارهابيون من المؤسسات الصحية العامة اضافة الى سماد لصناعة العبوات الناسفة وعدد من السيارات المسروقة فيا صناع الارهاب وادواته وداعميه احرصوا دائما وتذكروا بانه مهما تعظم ارهابكم وكبرت ادواتكم وقتلكم وخرابكم فان حماة الديار رجال الجيش العربي السوري سيقطعون يده كل من تخول له نفسه المس بشبر او ذرة من تراب الوطن في اطلاق